لاحتمال تلوثه بالسلمونيلا سحب الخيار من 14 ولية أمريكية أعلنت شركة أمريكية مركزها في ولية فلوريدا وبالتحديد بمنطقة ديل راي أنه هن اضطروا يسحبوا منتجاتهم من الخيار من 14 ولية أمريكية بسبب احتمال تلوثه بالسلمونيلا وأكد هذا الخبر إدارة الغذاء والدوائل الفيدرالي الـ FDA اللي هي قالت أن شركة Fresh Start Produce Sales أعلنت عن سحب منتجاتها من بعض الولايات بسبب احتمال تلوث الخيار بالسلمونيلا وفيما يتعلق بالشركة قالت أن هذه المنتجات تم شحنة إلى مراكز توزيع التجزئة وتجار الجملة وموزعي الخدمات الغذائية في كل من هذه الولايات والحسن من الولايات الأباما، فلوريدا، جورجيا، إلانوي، ميريلاند، نورس كارولينا، نيو جيرزي، نيو يورك، أوهايو، بنسلفينيا، ساوز كارولينا، تنسي، فيرجينيا ووست فيرجينيا وبالتحديد من 17 مايو إلى 21 مايو فيما يتعلق بالخيار اللي هو مؤثر بهيدا الموضوع مايو عم بيقولوا لونه أخضر ديكن يبلغ قطره حوالي 1.5 إلى 2 أنش وطوله من 5 إلى 9 أنش ولا يتم يعني منو مشمول بهيدا التحذير نوعين من الإخيار اللي هنه الإخيار الصغير من قلوه نحنا مني كيوكمبرز والإخيار الإنجليزي هو دي منو المشمولين بعملية السحب فقط اللي نحنا وصفنا لكم إياه فيما يتعلق بهذا الإشعار إخواننا عم بتقول الشركة إنه المفروض هيدا المنتج مايكون موجود بالسوق هلأ حاليا لأنه هني سحبوا ولكن إذا مرق معكم هكذا منتج تنطبق علي المصافات اللي نحنا ذكرناها الأفضل إنه أنتو تكبوه ما تستهلكوه أو ترجعوه للمحل اللي أنتو اشتريتوه منه فيما يتعلق بالإصابة بالسلمونيلا أو التعرض للسلمونيلا مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة في أمريكا السيدي سي بيقول يمكن أن يعني تسبب عدوى السلمونيلا الحمى والإسهال والغسيان والقيق وتشنجات بيئة المعدة هناك بعض الأشخاص يمكن الإصابة إنه تكون أشد من غيرهم يضطروا الفوتو المستشفى وهم دي تقولوا كمان بحالات نادرة جدا ممكن أن تؤدي إلى الوفاة فيما يتعلق بالشركة عم بتقول حيلا واحد عنده أي سؤال بده أي معلومات فيه يتواصل معهم وهن دايما موجودين من نهار الثانيين لنهار الجمعة من الساعة 8 الصبح للساعة 5 مساءا وفيكن تتواصلوا معنا على هذا الرقم رح أعطيكم إياه اللي هو 888-364-2993 888-364-299-933 دايما لما نعمل هكذا نوع من الفيديوهات هو لحتى نحذركم ونوعيكم فيما يتعلق بهكذا منتجات لأنه بالأسف الشديد بالفترة الأخيرة عم نشوف هكذا الألانات عن سحب منتجات بسبب تلوثها ببكتيريا هالهدف مش تخويفكم ولكن توعية والتحذير لحتى نتجنب هكذا الموضوع نتمنى أن تعملوا وشاركوا هذا الفيديو على أوصى نطاق خلي هذه المعلومات توصل لأهلنا الموجودين بأمريكا وخاصة بهذه الولايات اللي هي متأثرة بقرار السحب لهذا المنتج أكيد عدد منهم تابعنا يتابعنا المتابعة مجانين لايك وفولوا على فيسبوك انستجرام و تيك توك وسبسكريب على يوتيوب